دعت لجنة حقوق الإنسان الوطنية في كوريا الجنوبية الحكومة إلى الالتزام بتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكان مجلس حقوق الإنسان قد وجه توصيات لكوريا الجنوبية حول سن قانون شامل خاص بمنع التمييز وإلغاء عقوبة الإعدام وتعزيز إمكانية الوصول إلى وسائل المواصلات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة كما تضمنت التوصيات تحسين نظام فحص اللاجئين في كوريا الجنوبية ودعت لجنة حقوق الإنسان الوطنية الكورية في بيان صادر عن رئيس اللجنة صنغدوهوان اليوم الاثنين الحكومة إلى قبول توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة احتراماً لعزم المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان ومن خلال الاستماع إلى آراء لجنة حقوق الإنسان الوطنية الكورية والمنظمات المدنية الجدير بالذكر أن توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غير ملزمة قانونياً لكن الالتزام بها يكون معياراً دولياً لتقييم وضع حقوق الإنسان في دولة ما ويتوجب على الحكومة الكورية اختار الأمم المتحدة قبل الدورة الثالثة والخمسين لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان حول ما إذا كانت ستقبل بتوصيات المجلس ترجمة نانسي قنقر